اشتركوا في القناة وقد رفق جلالتها يده الله خلال الزيارة اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكية وخلال لقاء جلالته بعدد من كبار الضباط رفع الجميع لجلالته أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة العام الهجري الجديد وقد باد لهم أيده الله التهاني بهذه المناسبة المباركة مشيدا برجال قوة الدفاع البواسل وبما يبدلونه من جهود سامية لحماية وطنين العزيز ومسيرته الحضارية ووحدته وما حققه من مكتسبات وطنية شاملة شاكرا جلالته صاحب المعالي القائد العام على جهوده القيمة للرقي بقوة دفاع البحرين كما أثنى رعاه الله على العمل الجادة المثمر والتنسيق والتعاون المشترك بين قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني لما فيه خير الوطن والمواطنين مواربا عن اعتزازه بتشرف رجال قوة دفاع البحرين البواسل بالوقوف صفا واحدا مع أشقائهم الشجعان من القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن التحالف العربي للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ومد يد العون والإغاثة للأشقاء في اليمن العزيز كما أشهد جلالته حفظه الله بالنتائج المثمرة التي أسفر عنها الاجتماع الثاني عشر للجنة الوزارية لمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية الذي عقد في القاهرة يوم أمس مؤكدا جلالته حفظه الله أن البحرين تتطلع دائما بأن يعم الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع متمني أن جلالة الملك المفدى القائد الأعلى يده الله لجميع ضباط وضباط صف وفراد قوة الدفاع دوام التوفيق والسداد في مختلف مواقع عملهم النبيلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر